يوما بعد يوم تتكشف الجريمة التي اقترفت بحق العراق وحجم الجناية التي ارتكبت تجاه شعبه بالإبقاء على الطبقة السياسية المتسلطة على رقاب أبنائه ولا أدل على ذلك من السلوك المشين والتصريحات المثيرة للإشمئزاز السياسية المنطقة الخضراء تجاه كل من يوصف أو يحلل الوضع الذي وصل له عراق اليوم في ظل حكم تلك الطبقة البائسة آخر الاتهامات كانت مصوبة باتجاه منظمة هيوم الرايس ووتش التي تسلط الضوء بين الفينة والأخرى على الممارسات القمعية التي تنتهجها الحكومة في بغداد وقواتها الأمنية وميليشياتها في الكثير من مدن العراق المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن السلطات في نينوى تهدد وتعتقد العاملين في مجال الإغاثة وتوجه لهم تهما مزيفة بالإرهاب وذكرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة لمفقيه أن موظفي الإغاثة في الموصل ومناطق أخرى في المحافظة المنكوبة توجه لهم تهما بالانتماء لتنظيم الدولة وتم اعتقالهم بناء على هذه التهم ووصفت الأمر بأنه محاولة مكشوفة من السلطات في العراق لدفع بعض المنظمات لتحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة أو التوقف عن تقديم المساعدات إلى بعض العائلات المحتاجة وذكرت المنظمة في تقريرها العديد من الشهادات والدلائل التي توثق تعرض موظفي الإغاثة للاعتقال والاعتداءات اللفظية والجسدية وصلت إلى إطلاق الرصاص الحي من قبل مسؤولين حكوميين ليس في نينوى فقط بل في مناطق أخرى من العراق بل إن محامي هيئات الإغاثة كانوا عرضة أيضاً للمضايقات والاعتقال كما أكدت المنظمة ولكي تكتمل التراجيدي المشهد التي كشفت هيوم الرايس ووتش عن جانب منه جاء الرد من الوسط السياسي العراقي لا ليفسر الموقف أو ليعد بالتحقيق بتلك الانتهاكات بل ليتهم المنظمة نفسها بالانتماء لتنظيم الدولة في تصريحات مثيرة للأسى والسخرية في آن واحد والأدهى أن تلك الاتهامات جاءت على لسان عضو في جهة يفترض أنها تدافع عن حقوق الإنسان العراقي لا لتبرر الاعتداء عليه وهي لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التي ادعى عضوها قصي عباس الشبكي في اتهاماته بأن تنظيم الدولة هو تنظيم دولي قادر على اختراق المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها مضيفاً أن قوات الأمن لا يمكن لها أن تقوم بتلك الممارسات متناسياً آلاف الشهادات والوثائق والإدانات الدولية والمحلية التي تكشف حجم القمع الممنهج التي تمارسه السرطات وعمليات الإفلات من العقاب التي تفسح المجال واسعاً أمام المزيد من تلك الممارسات